أحبيبها لأختك عليها شوفي تبارك الله عليها شوفي هذه جيت القليصة هذه زراعة هنا يدلها حليك ناكلنا هناك رابقه والسامية لا زراعة شوفي كلها خضرارها تبارك الله عليها الله أكبر شوفي الله أكبر تحية المينوسا نراها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلوا عن بي أخواتي الكريمات وقولوا الله أكبر على قولة أيمن في بداية الفيديو اللي حبيت نقحنا نحط لكم ذاك المقطع هو كان مقطع كبير هالتليفون حاول أنه يصور زعمه وسبحان الله كسرقى وليدتنا ما هو إلا انعكاس لنا يعني شافني كان غرس شافنا يعني كعجبني هاتشي فحاولته وزعمي غرس ذاك الزريعة لح وراه قال سكر طلع له وراه فرحال واحد درجة المقطع نقصت منه لأنني كنت أنا بلد الرعاة معاهم وصورني وهذا وخوته فحيت أشياء وحدة أخر خاصة خليت غير ذاك الفيديا باش تكون بداية جميلة الفيديو جميل ومحفز وغان شارك معاكم ذاك شي اللي كنت غرست الأخوات اللي تقولي اسماء فين وصلت الغرس ديالك فين وصل الغرس ديالك كذلك يتساءلوا تقولي اسماء واش حيت غرستي مع الطال مخرج لك شو لا الحمد لله خاجة تباك الله الخضيرة ما شاء الله تبارك الرحمن ولكن أنا المنطقة اللي فيها أراكي نشتعلها طول العام يعني أنا داب حاليا كنصور معاكم وكطح شخات مسماء وهذا اللي لا يتقطح يعني اللي مشاء الله كما قلت لكم هل نشارك معاكم داك التمار اللي جاد عليها بها الله سبحانه وتعالى والمجهود اللي درنا فيها باش نقدرون ناكلوا واحد الماكلة صحية كذلك نشجع الأخوات اللي عندهم شي سطح شي جردام شي بالكون ناس رغيف البالكونات تبارك الله كي غرثوا وكي نوحد القانات نتاع واحد الميسراي ومرته ان شاء الله نقلب عليها ونحطها لكم في المنتظة غيف سطح وسطوحة تبارك الله في المغرب متوثيرين احنا ما عندنا السطوحة هنا لانا عندنا ديور كلهم بالقرمود على حساب الشتاو والتيل جودك شي عندنا السطوحة كلهم بالقرمود فس زعمة انتوما في المغرب كين سطح مت الساعة كيكونوا وكاتر قايدك سطح يعني ما مستغلينوش الناس وهم ممكن تديروا واحد الفضاء انتع جردام خيرة تاكلوا منها تستفدوا منها تقلسوا فيها بالخصوص الناس اللي ساكنين في البراطم يعني واحد الأخت من كازا سفتت لي يا قاتلي اسمع راه تفقوا واحد جيران هي طيحة في جيران زيان الله يرزكم الجراء الصالحة قاتك تفقوا كمين مع كلهم شارين يعني بهم شي ربعد قاتك تكشارين في نفس الموبل كلهم أصحاب الملك أن الصح كلهم داروا في هذه العطلة لا يبقى بشكل ضغط انتع الدراري داروا فضاء للعب داروا له القازو في الأرض والوارد وكشي قاتلي ما مبقينش كأنه ضروري يعني ما يخرجوا الزنقة وقاتلي ودريك يلعبو فيه وقاتلي وقاتلي خسرنا فيه فلس ولكن صوت يعني أخوات اللي ساكنين بوحدهم اللي معهم مجينا حاولوا تديروا هاد المسائل هاد ولا اللي عندك حدا البيبة ولا حدا جريدة ديري أنا أخوتي هادي أربع سنين ولا خمس سنين تقريبا 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 خمس سنين بني بديت كنغرس يعني عاد بديت كنغرس يعني شحل هدي عندي يعني الديور اللي كنكري ولا شي حاجة كنوطبك الله كيكون فيه هذا الفاضاء هذا وبالخصص هنا في اسبانيا كاينين كاينين جراد الديور كلهم خلينهم ذاك المساحة الخضراء كذلك الأخوات اللي اللي ما عارفينش واحد الحاجة اللي هنا في اسبانيا في حالة بغيتي تغرسي وعندك ذاك الهاوى السيري البلدية سووا لهم قلوا مش عندكم قطعات الأرض لك يعطوك قطعات الأرض كتخلصي واحد ثمان رمزي في العام وكتبديت تستفدي منها يعني تغرسي هكي بغيتي وكل شي دا بندلكم شين هارضا جولف ذاك الأراضي اللي كيعطوه للناس لأنني سأنا فجيت لهنا أعطوني وحدة أعطوني وحدة وخا عندي هدي ديالي أعطوني وحدة والله ما غرستها هدل العام عادة غاندي نطلقها بالنسبة للأخوات اللي اللي سكنين هنا وكيهمهم الأمر بغوي تواصله معي تواصله معي أن بش مني نطلقها لبغت تاخدها وتستفد منها السنة الجاية وتغرس عليه ديها وتصوب الحاجة الوحيدة أخواتي هو أنك تطلب مجهود كائن مجهود بدني ولكن سبحان الله رغم المجهود البدني فهو عنده إنعكاس عن النفسية وأنا دائما كنقول لكم إلا بغيت وترتاحوا اهتموا بالصحة النفسية للأسف احنا في مجتمع ديالنا آخر حاجة كالتفتولها هي الأمراض النفسية ويا أكثر حاجة كتتحكم فينا وفي نجاحاتنا وفي حياتنا كاكل المهم ما علينا مشيت نقطف شويش لي الماطيشة والنجال ودك الشي كما بنيكم في الصورة والخيار البرباكي ما كيباليكم حتى هي بدأت كتطلع شي شوية ولكن ما زال ما تمرش هاد شي مزيان مهم أنا بغيت نضق مجريدة دبا حاليا كان ناخد منها ماطيشة لأنها ماطيشة تباك الله خاجة بزايد خاجة هذه الصغيرة دياللي سالد وهي محتاجة ذاك الكبيرة وذلك شي خديت من نتيجة محتاجة شوية غيمتع الشمش هاد الأيام ما عندنا شقع شميشة عندنا شكا تطيح لجو مبرد زوين ولكن خصوة شوية شمش بشتحمار المهم أخوتي بيت الخزين غادي نشاركو معاكم وراني كملتو الحمد لله بدك المكان اللي بسيط واستغلت المساحة شما ضيعت الشبر في الدار الدار دا بك نحاول نستغل في هالمساحة باش نستمتع وندير داك شي اللي كي ناسبني أنا فطريقة العيش ديالي الدار كما قدت لكم فاش خديتها كانت كلها غدا بيوت القوارك يديروا غي بيوت النعاس لأنه مخلويين قليل يعني اللي كي يجامعوا بحال نوو هذا وحنا عاود عندنا صالونات 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 كثير من بيوت النعاس فأنا حبيت ندير واحد توازن بيوت النعاس ونحل شوية مضطار وهذا ونستغل وندير كلنا مرفق ومن بين المنافق اللي اختاريت دابا وبيت الخزين اللي كملتو ولي غنشارك معاكم الخطوات ديالو واللي بغى تدير بيت الخزين وعصي اللي على حقوق طريقه ماشي بيت الخزين تعهز الكاروسي اللي بيمولنا مرجن وعمر الشاري وهذاك اي وحدة تقدر تديره الفارق لي كيكون هو الفلوس الانسام تيكون هذاك ساعة حاكمك غير الفلوس اما بيت الخزين اللي انا وريكم انا كيكون اقتصادي فيه التدبير فيه الصحاف فيه مجموعة على الأشياء ولي كتبقى معاك مدة طويلة الاخوات الكريمة دابا رهما طيشة الخضر مجموعة على الأشياء اللي موسمية دابا لوقت ديالها طايحة وبسبب الأشياء طايحة الأتمينة ديالها مازال غادي تغلى يعني ابتداء شهر 12 الفقش واحد جوش ثلاثة كيبلي الغلا ولكن دابا 12 هاتشي 8 10 11 12 اللي رقيتوه في الخضراء جيبوها وقدوها بطريقة صبير او لتجميد رهما كلهم طرق صحية فقط خسكيت بحتي على الطريق الصحيحة لف جميد تخديله البلاستيك دياله الصحي والمسائل دياله وتقديه وهذا وتقار في المدن تع كل حاجة انتع جميد عاود ذات صبير سكيت تشوفي بيت الخزين اللي يكون فيه في المواصفات اللي كتبقى لك الحاجة ارى عندي ما طيشه انا دل العام الفائت راني غنوريها لكم في نهاية الفيديو اللي مصبرة ومقاددة اللي كنصوب بها لحد الان بقي اللي شي قريعة تبساطين الكوفيتير المربين هكي ياخده ولادي ادلت مربة واحد اخر صحي بلاء السكر يعني بلس كزعمة فهمتو يعني بحل هكا السمن موجود في هاد بيت الخزين كيحتوي كيكون فيها نواشيف في البصلة يابساط تومة يعني اي حاجة ده بك نلقاها في الوقت ديالها الخيصة سواء نسوق او اللي صوبت عليدي كنجيبها بحالة اللي صوبت عليدي بحالة اللي كنجيبها لكم هنا الدنجال غادي نصوب منه في الفلا راعدتك اطلع هنا نوريكم ما طيشه راعدتك الله ما زال غا تخرج بزاف وما زال عندي واحد اخر غرصة فيها ما طيشه بزاف اللي كندير بالحساب ديالي كم قناكل فيها ناكل ناكل ما تنهش دبيلا من بعد ولكن اه يعني ذاك شي كيكون زوين صحي ومموضر مواله والعام كامل ونتمقى مرتاحة الاخوات اللي صبروا معي ما طيشه العام الفائت والفلفلة وهذا ارى الحمد لله الحدي الان كتجيني الرحمة راني قلتها في العديد من الفيديوهات تجيني الرحمة الواليدة يقولوا لي اسماء بالخصوص في رمضان فشكا مطلعت ما طيشه تطلع الصاروخ عفتيرا بزرد الاخوات يقول لك حمد لله اللي صبرنا حمد لله اللي دينا حتى كان اخذها وغير ب30 ريال وبجوش دراهم تخيلوا بجوش دراهم ودرهم وانص وكانت في رمضان وقالا كانت وصلت شي فوق عشرة دراهم وتخيلوا انسان يعني اللي درويش غمطيشة تشريها بدك التامان يعني صعب جدا باش يشبع ابنه متفكر شو لهذا كنحاولوا اننا باش نوازنوا الحياة وممقوش اللي صورناه كنحطوه غير في الماكلة حيث دبا لما عطيش تسيري راسك عفتيرا كتخرجي غلس السقرة ما مبقاش دك كتخرجي مية الدرهم وكتب القفة كتزدح ودك شي الليلة كانت يعني كما كنقوله في الموسم ديالها في شي اسواق سبيسيال ماشي يعني قاع في المدن وفي كل شي كتك تتكرك ذلك المصروف اعترا كتخرجي كتبعد احنا هنا انا قلت كان غير اشيئة غير اساسية حليب ضانون فرماج دك شي ديال الدراري وهذا اعترا كتحطت بكل مبالغ خيالي اللي كانش حالها دي يعني صعب وكتقيت شوفي كتقولي وش انا يعني خدمتي كاملة مقا نحطها في الماكلة فنحاول نأخذ هذه الطرق هذي اولا ما نحرم شراصي وما نحرم شورداتي لان اصعب حاجة هو الانسان يعيش شف كرشو هذي ابسط الاحتياجات الانس خصو يكون عندهم توفر له الاكل ولكن عود اصعب حاجة ان اللي صوره يكون كي يخدمي على كرشو اللي صورته نحطه انا غفظه فكما قلتكم كنحاول ندير هذه الطرق هذي الغرس نشوف كذلك الاوقات اللي كتكون الخضراء فيها رخيصة ونسعن بها ونصبرها ونوجدها العام كامل بيت الخزين اللي اقول لكم هذا بلطبك الله عندي فيه تقضية اللي كان بداها انا بيت الخزين دائما كان بداها مشهار 8 مشهار 8 كان بدا نوجده شهار 8 الاخوات اللي تبع معي غير يعرفوا هذا النظام اللي اعدي بهانا شهار 8 9 10 11 هذي كله كان كن 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 بوجود بيت الخزين وعندك ببتداء مشهار 1 جوج 3 4 ما كان كن 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 اخدم على اهداف اخرى قدر عندي احلام اخرى بغي نحققهم اه 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 اتطلبوا فلوس هذا الفلوس كن اوفرها اذا هو عش كنت تسمى التدبير الاقتصاد مشيبش نتقام مشيش على راسي لا بالعكس اذا رأى فن واحد اسلوب الحياة اللي ما كيعرفلوش اي واحد كيتتعلم وكيتطلب منك مجهود وكيتطلب منك واحد العقل ما نقولك بكل حكمة فيك اتكوني كان يخصكي تنحكم عقلي كان قولوك نحكم عقلي مشي اعراني حقا بغيت نقتاصد باش نحرم راسي ونحرمونا لا الاقتصاد باش نتطلب اهما من الاكل حنا ما تتخلقناش باش نناكل ونشربوه نتخلقنا احنا الاشياء نخلوه بصمة في الحياة نخدموه على راسنا نعيشوه مزيان واش فهمتم مهم دكشيرات اتكلمنا فيه دائما سأقوم بمعارض الغلة لتعبضة كفيتة سأقوم بمعارضة المصبرة سأقطع ليدة ومعارضة بطاطة وصفة خفيفة فهمتوا؟ نصف تقضية أساسية يكون لديك الخضر مصبرة كاملا سأخرج لأمي أولاد ساعة ساعة بعيني سأقول سيكون ولدات صبح الله للا اخطينا على ولداتنا سنأخذو الكامل المدار تساعدوا في بلائهم المهم مرة من السابان اختها تحتاج إلى مصرر وتحتاج إلى أولادات لا تنفج إلى أوراق لا تنفج إلى أن نقضع ونغسلها جيدا ونفج إلى مصرر نحن نقوم بالطبع ببقولة وتكبر المرأة من أجل الضوان يجرب بصفل أنا خاصا ينحن بالطبع أنا أتعجبني هنا جميع من فحي تفح له لا تريد أن يفح أسفرها ولكن سأستفد منه المهم سأريكم إجراء وشات ثهوم لا تريد久 لا تريد لفحية شوف اخوتي كل هذا العيش انا اختاريته وخممت له السنين باش نوصل لهذه النتيجة الشيء اللي كنعيش فيه دابا ارا كانت حلمة عندي واحد الحلم في واحد الوقت الحال هالي في واحد الوقت كنت عايشة في واحد الظروف صعبة جدا يعني واحد البرط ما ضيقة ميمن كان ضيق العيش لا من ناحية السكن ولا من ناحية المال ولا من ناحية الصحة ولا من ناحية النفسية كانوا يضيق عليها الحمد لله وكان قلوا انه مع العسر يوسر وكانت خمم هالشياء الصورة عالله الاي لا اعرف انكم انت مرد في مكان لم اعرف انت مرد في مكان لا اعرف انت مرد في مكان انا لا اعلم انت مرد في مكان لكن انت تقول له هذه اللقطة ازالي في دماغي وانت اعيشه دابا والله لأ لا ازالي في دماغي لا أعرف كيف سأصل لكم لذلك نحفزكم البنات لا تقوموا بأن لا أستطيع أن نقوم بعمل في أوروبا الحمد لله كما أقول لكم الدعاء الدعاء الرقم 1 توكل الله سبحانه وتعالى ثاني شيء أخذ بالأسباب نخدم أخذ مي على رأسك أنا كانت الهدف بأن نقوم بشري داري وشريت داري قل استرتاحيت مع رأسي في داري مقابل أوليداتي هنا أرجعت إلى دار بذاربا ونمشى أن نقوم بعمل بعض من ومنسي ونجعلها في مطيشة سأشاركت معكم ويقوم بحديث من صبتك كما أقول لكم العمل الفائت سوقتها كوك عملا لا يوجد أن نقوم بإمكانك هذا ونجعلها لهذا ونقوم بعمل بعض مطاة لتعالي هذا مطيشة لقد أريد أن نقوم بقضتك هنا هذه باقم خيرا مجموعة لتنمشي استولس بعض القوقات مدكسين هاكاك ان شاء الله غلق الطعام ونضي لهم طويمة وربع ديالهم ودك المسائل ديالهم ونضيف علهم شو يجد الكفتاء والحمد لله والله ما دي ما نعم وحفظها من الزوال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلهي أوني شكرا لكم